السؤال الذي يطرح نفسه هل بإمكان الإنسان أن يغير في مجريات الوقائع المستقبلية التي هو على علم بتفاصيلها وبكيفية وقوعها أجبت بنعم ولكن لا بنحو مطلق بإمكان الإنسان أن يحدث تغييراً بدرجة وأخرى في مجرى الأحداث المستقبلية إذا كان عالماً بتفاصيل وقوعها قبل أن تقع وكان ممتلكاً لإمكانات تساعده في هذا الأمر ما هي درجة نجاحه؟ ما هي درجة فشله؟ ما هي النتائج التي ستتحقق هل هي في صالحه؟ أم أن النتائج ستكون معاكسة لما يريد؟ هذه التفاصيل كثيرة وكثيرة جداً وأنا هنا في مقام الإجمال حدثتكم عن الدعاء ومن أنه يرد القضاء ولو أبرم إبراما ينقض القضاء كما ينقض السلك وإن كان قد أبرم إبراما حدثتكم عن هذا خلاصة القول فإن الدعاء وسيلة من وسائل الإنسان قطعاً إذا توفرت شروط الاستجابة في الدعاء فإنه وسيلة من وسائل تغيير مجرى الوقائع في مستقبل الحياة في مستقبل الأيام مر هذا الكلام علينا لا أريد أن أقف عنده طويلاً ذكرت لكم مثالاً من الكتاب الكريم فيما يرتبط بولادة موسى النبي وماذا فعل فرعون في هذا الاتجاه حينما وصلت إليه معلومة مستقبلية من أن وليداً إسرائيلياً سيولد في هذا الزمان في هذه السنين هو الذي سيقضي على ملكك ودولتك وكان الذي كان وقرأت عليكم أيضاً ما جاء في كتاب الإرشاد لشيخنا المفيد ما يرتبط بقصة صلب ميثم التمار حينما سأله عبيد الله ابن زياد ألا لعنة عليه حينما سأله ماذا أخبرك صاحبك يشير إلى أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه عن الذي سأفعله بك مر الكلام علينا لا أريد أن أعود إلى تلك التفاصيل لا زلنا في أجواء هذا السؤال وهذه المعطيات التي ذكرتها في الحلقة الماضية وأشرت إليها الآن بنحو الإجمال هذه المعطيات هي في جو الإجابة على هذا السؤال هل يستطيع الإنسان أن يغير من مجرى الوقائع والأحداث المستقبلية إذا كان على علم بمجريات وقوعها هل بإمكانه أن يفعل شيئا؟ أجبت نعم ولكن بحدود وللموضوع كثير من التفاصيل وللموضوع كثير من الاحتمالات مثال مهم تحدثت عنه سورة يونس ما يرتبط بما جرى على قوم يونس النبي في الآية الثامنة والتسعين بعد البسملة من السورة فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها بعد أن أقيمت عليها الحجج وانتهى الوقت الذي يقبل فيه إيمانها حتى لو آمنت بعد ذلك فإن إيمانها لن يكون نافعا وهذا يعود بنا إلى قانون الغيبة والظهور يوم لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت هكذا هو المضمون الإجمالي لقانون الغيبة والظهور يوم لا ينفع نفسا إيمانها متى في يوم الظهور حينما يؤمن الذين أقيمت عليهم الحجج زمان الغيبة وليس الذين لم تقم عليهم الحجج الذين لم تقم عليهم الحجج بإمكانهم أن يؤمنوا في يوم الظهور وأن ينتفع من إيمانهم الذين لن ينتفع من إيمانهم في يوم الظهور أولئك الذين أقيمت عليهم الحجج الكلام عن الشيعة وليس عن غيره إلا إذا أقيمت حجج على غير الشيعة من نواصب السقيفة أو من غيرهم الواقع الذي نراه فإن الحجج لم تقم لا على أتباع السقيفة ولا على أتباع الديانات الأخرى لأننا نتحدث عن حجج لا بد أن تأتي في سياق يكون مقبولا يكون مقتنعا به عند الأطراف التي تقام عليها الحجج المسلمون في الغرب مثلا لا يستطيعون أن يقيموا الحجج على الغربيين في السياق المنطقي لقبول الحجة أتحدث بشكل عام ربما يستطيع بعض المسلمين أن يقيموا حجة في سياقها الصحيح على أفراد من الغربيين أنا لا أتحدث عن هذا المعنى وإنما أتحدث عن قيام الحجة على المجتمع المجتمع الغربي المسلمون لا يستطيعون أن يفعلوا ذلك لماذا؟ لأن الغربيين ينظرون إلى الإسلام نظرة سيئة ويمتلكون الوثائق على ذلك إنها أفعال المسلمين إنه الإرهاب والإجرام الإسلامي فضلا عن أن المسلمين الذين يعيشون في البلاد الغربية لا يمثلون أسوة حسنة يتجلى الإسلام فيهم في جميع الاتجاهات المسلمون الذين يعيشون في العالم الغربي يعيشون في وضع متدنن هكذا ينظر الغربيون إليهم والأسباب لا كما يقولون لكم من الغربيين أبدا الأسباب من المسلمين أنفسهم قد يضحكون عليكم في الإعلام ويقولون لكم من أن السبب في ذلك من الغربيين أنفسهم قد تكون بعض الأسباب التي هي في حاشية الموضوع لكن الأسباب التي في المتن وفي المركز هي من المسلمين أنفسهم لا من الغربيين الغربيون فتحوا الأبواب للمسلمين وبإمكانهم بإمكانهم أن يكونوا على أفضل حال لكنهم تعلموا ونشأوا على أن يكونوا دائما متخلفين متأخرين وفي أسفل القائمة ما هم المسلمون الذين يعيشون في البلاد الإسلامية هكذا هم هم الذين جاءوا وعاشوا في البلاد الغربية لشأن لي بهذا الموضوع أعود إلى قانون الغيبة والظهور يوم لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل حينما أقيمت عليها الحجة زمان الغيبة الحديث عن الشيعة الذين أقيمت عليهم الحجج على سبيل المثال الذين يتابعون برامج قناة القمر من الشيعة المتدينين فإن برامج هذه القناة وبامتياز تقيم الحجج على الشيعة بالحقائق والدقائق وبالأدلة والوثائق التي لا يستطيعون أن يقاوموها لو كان بإمكان الشيعة أن يقاوموها لردوا عليها لا يستطيعون أن يردوا عليها لأنها حقائق نعم يشويهون سمعة يشويهون سمعة قناة القمر يمنعون الناس من التواصل مع هذه القناة هذا أمر يفعلونه على طول الخط لكن هذا لا علاقة له بقوة الحجة ووضوحها وبإقامة الحجة عليهم هذا شأن آخر تلك مشكلتهم وذلك هو موقفهم من هذه الحجج القاطعة الواضحة إنما أتحدث عن حجج قاطعة واضحة لا لأنني أطرحها لأنها ثقافة الكتاب والعترة هذه حجج تقام من عمق معارف محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعي على أي حال قانون الغيبة والظهور يوم لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت أو كسبت في إيمانها خيرا ومر الحديث في هذا المضمون لا أريد أن أكرره وأن أعيده الكلام هنا في هذه الآية التي تلوتها عليكم قبل قليل هو هو فلولا كانت قرية آمنت آمنت حينما أقيمت عليها الحجج في السياق الصحيح لكنها رفضت وبعد ذلك في الوقت الضائع عادت فآمنت فإن إيمانها لن ينفعها لأن الذي قدر لها في مستقبل أيامها هو الذي سيقع عليها فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس هؤلاء أقيمت عليهم الحجج وما استجابوا لها ودخلوا في الوقت الضائع ولكنهم استطاعوا بعلم من عالم عندهم أن يغيروا ما قدر لهم في مستقبل أيامهم فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا لما آمنوا في الوقت الضائع في الوقت الذي ما كان يقدر لإيمانهم أن يكون نافعا لهم لأن الحجج أقيمت عليهم ورفضوها وانتهت المهلة ولابد أن يواجه ما قدر لهم في مستقبل أيامهم إلا قوم يونس فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها حينما آمنت في الوقت الضائع في الوقت الذي لا ينفع إيمانهم حينئذ لأن لأن وقت نفع الإيمان قد انتهى وهذا سيجري على الشيعة ما بين الغيبة والظهور هو هو هذه حالة استثنائية في قوم يونس فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين ماذا يحدثنا حديثهم حديث محمد وآل محمد صلوات الله عليهم عن هذه الوقائح نذهب إلى فاصل وبعد الفاصل أعود إليكم